اشتركوا في القناة الملكية السامية الكريمة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية حيث أعرب جلالته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجاز إسكاني بالانتهاء من توفير 40 ألف وحدة سكنية. مشيدا رعاه الله بجهود سموه الكبيرة والمتواصلة لتحقيق المزيد من التقدم والنماء من خلال المبادرات والمشاريع التنموية الطموحة وبخاصة الإسكانية منها والهادف لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. مقدرا جلالته جهود وزير الإسكان والقائمين على الوزارة وكافة الجهات الحكومية المعنية في إعداد وتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية وتقديم مبادرات وحلول متعددة بالتعاون في إطار الشراكة مع القطاع الخاص من أجل خدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وأكد جلالة الملك المفدأ الحرص المستمر على توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين بما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة وعزيزة وفي مقدمتها توفير السكن المناسب. هذا وأكد جلالته كذلك أن راحة المواطن هو هدفنا الأول الذي نحرص على تحقيقه دائما انطلاقا من أن المواطن البحريني هو الركزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في هذا الوطن المعطاء. هذا وقد تسلم جلالة الملك المفدأ حفظه الله ورعا من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هدية تذكارية بمناسبة الانتهاء من تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر